عقب استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تاريزا ماي كان السؤال الأهم هل سيتمكن خليفتها من إنهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ستبقى اللعنة التي لحقت بماي مرافقة لمن جاء بعدها في يوليو من العام الحالي كلفت ملكة بريطانيا زعيم حزب المحافظين الجديد بوريس جونسون رسميا بتولي رئاسة الحكومة وفي أول خطاب جونسون عقب التنصيب صرح بأن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في تاريخ أقصى الحادي والثلاثين من أكتوبر كحد أقصى وأضاف حينها أنه سيناقش اتفاقا جديدا للبريكزيت مع بريكسل وعبر في ذاك الوقت عن ثقته الكبيرة بأن تسعة وتسعين يوما ستكون كافية للوصول بالشعب البريطاني إلى الهدف الذي طال انتظاره غير أن الأمور لم تسر بالسلاسة التي ارتفع صوت جونسون وهو يتحدث عن مقدرته على القيام فيها ففي سبتمبر المنصرم رفض مجلس العموم البريطاني دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشراعية مبكرة في الخامس عشر من أكتوبر الحالي الانتخابات المبكرة دعا لها جونسون بعد تصويت مجلس العموم بالموافقة على مشروع قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل الخروج في حال عدم تمكنه من التوصل لاتفاق وذلك قبل التاسع عشر من أكتوبر وقالت جونسون حينها ان الحكومة لا يمكنها الاستمرار في العمل مع رفض البرلمان لمقترحاتها الا انه نجح فيما بعد بالتوصل لاتفاق مع بريكسل بشأن البريكزيت وذلك في الثامن عشر من الشهر الجاري في التاسع عشر من الشهر الحالي أقر مجلس العموم البريطاني تعديلا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بصيغة قانون شامل لاتفاقه مع القادة الأوروبيين بشأن الخروج التعديل هذا مشاهدين الذي نال الأغلبية رفضه جونسون وقال انه لا يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن التأجيل قال ايضا ان القانون لا يلزمه بذلك ولكن جونسون وفي ظل الضغوط التي يواجهها من مجلس العموم وجه رئيس الوزراء برسالة لبروكسل يطلب فيها ارجاء موعد الخروج المتفق عليه وفي الثاني والعشرين من هذا الشهر أقر البرلمان البريطاني الشروع في مناقشة الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكنه رفض الجدول الزمني الذي حدده جونسون للخروج بحسب الخبراء مشاهدينا ومن خلال متابعة سير الأحداث بهذا الملف فربما صار من المستحيل على جونسون تنفيذ وعده بتحقيق الخروج قبل نهاية الشهر نناقش تطورات بريكزيت مع ضيفنا من لندن أستاذ العلاقات الدولية سعد جواد سيد سعد أهلا بك معنا في التاسعة دائما يعني أيام قليلة تفصلنا عن الحادي والثلاثين من أكتوبر هذا الموعد الذي وعد به بوريس جونسون الشعب البريطاني والعالم بالخروج بالاتفاق أو من دون اتفاق هل يبدو لكم ذلك الآن بعد كل هذه التطورات اللي سردناها بعيدا جدا؟ قانونيا وتشريعيا هو لا يستطيع أن يخرج بدون اتفاق هذا شيء أقره البرلمان لكن هو يحاول أن يلعب لعبات جانبية ومناورات سياسية لكي يتحقق له هذا الشيء فمثلا هناك الآن خبراءه في القانون يدرسون إمكانية لجوء إلى الخروج بدون اتفاق بدون أن يكون ذلك خرقا للقوانين ولو أنهم اكتشفوا هذا الشيء أمر مستحيل الشيء الثاني الذي يلعب علىه وترهي هو أن يكون هناك نوع من النقاش في البرلمان للبرنامج الذي طرحه هم قالوا أنه لحد يوم واحد ثلاثين هذا القرار لا يمكن أن يدرس بصورة مكثفة ويعطى قرار فيه هو يطلب من عدهم ويحاول أن يستقطب بعض النواب إلى جانبه في سبيل أن تتم قراءة ما قدمه من قرار قبل واحد وثلاثين كي يعطوا فيه رأيا هم قالوا هذا غير ممكن يلعب على الوتر الآخر وهو أيضا صعب جدا أن الاتحاد الأوروبي نفسه يرفض أن يعطي مدة محددة أو مدة إضافية إلى بريطانيا لكي تدرس الخيارات في هذه المدة وهذا أيضا شبه مع دوم هذا الاحتمال لأن يبدو أن الاتحاد الأوروبي متجه إلى أن يمنح بريطانيا واحد وثلاثين إلى نهاية واحد ثلاثين يناير هذه كل هالأمور هو يحاولها في هذه المدة القصيرة لكن الطرق تسد أمامه والشيء الوحيد الذي لم يفكر به لحد هذه اللحظة ولم يعطيه الأهمية هو الاستفتاء الثاني حتى مسألة إعادة الانتخابات أو الانتخابات المبكرة لا تضمن له لأن أكون شقاق كبير الآن في داخل حزبة بين مستشاري هناك من يقول أن الانتخابات المبكرة ممكن أن تعطيه فرصة للحصول على أغلبية كي يمرر ما يشاء عبرني على المقاطع لكن بطبيعة الحال في جوابك على سؤال الأول أشرت إلى عدد كبير من السيناريوهات المحتملة وبالتالي يجب أن أذهب معك نقطة بنقطة مسألة الاستفتاء الثاني أو الاستفتاء الثاني كيف تنظرون إلى إمكانية تحقيق ذلك ومتى يمكن أن يحصل نحن اليوم أمام انتظار جواب من الجانب الأوروبي كان رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي اليوم قد أكد أن على زعماء الدول الأوروبية بطبيعة الحال قبول التمديد حتى اللحظة ما لدينا قبول من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هل تعتقد بداية أن ذلك سيتم؟ يعني أنا اعتقادي أن أكثر من تسعين بالمئة الدول الأوروبية ستمنح بريطانيا فرصة إضافية عظيم بدون وجود أي تعديلات إذا ما اعتبرنا أن ذلك حصل أستاذ ساعد حتى أمشي معك يعني مرحلة بمرحلة ما السيناريو المتوقع بعد التمديد؟ المتوقع هو أن يطرح مسألة انتخابات مبكرة في بداية نوفمبر أو نهاية أكتوبر حتى يصل إلى نتيجة يعتقد أنه سيحصل على أصوات أكثر وهذه أيضا مسألة محفوفة بالمخاطر لأن التصويت الأخير بكل جهدة حصل على 306 مقابل 320 رافضين وهو الآن في حاجة إلى أكثر من 15 صوت لكي يضمهم إلى وهذه أيضا مسألة غير يعني محفوفة بالمخاطر أستاذ ساعد وزير العدل البريطاني أشار اليوم بطبيعة الحال إلى هذه النقطة وقال أنه ممكن أن يتجه بوريس جومسون إلى انتخابات مبكرة ما الذي يمكن أن يقف في وجه جومسون في هذه النقطة وفي هذا الخيار النقطة الأولى التي وقفت في وجه في المرة الماضية عندما طلح الانتخابات المبكرة هو رفض حزب العمال والمعارضين لخطة وقالوا له نحن لا نوافق على انتخابات مبكرة إلا إذا كان هناك التزام واضح من الحكومة أنه لا يصدر أي قرار بالانسحاب بغير اتفاق من الاتحاد الأوروبي يعني يجب أن يكون هناك قرار بعدم الانسحاب وهذا حصل أنه خلال الانتخابات القادمة لا يتخذ أي قرار بشأن الموقف البريطاني من الاتحاد الأوروبي هو كان يعتقد أن العمال سيرفضون هذه المسألة الآن هم مستعدون للدخول أو للذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن من يضمن له أنه سيحصل على الأصوات الكافية لكي يحقق أغلبية يتمكن من خلالها أن يطرح مشروعه في أي حال ممكن أن نواجه مرة جديدة استفتاء ثاني هذه المسألة هي مطروحة على البساط الآن وبعد أسبوع وبعد عشر كل ما طال الأمر في مسألة التواصل أو التوافق في داخل البرلمان لكن المشكلة هي أن السيد جونسون مصمم على الخروج من الاتحاد الأوروبي هو لا يريد استفتاء ثاني قد يأتي بنتيجة أخرى لا يرغبها هو تفكيره من صبع لهذه المسألة طبعا وضعه يضعف يوم بعد يوم نتيجة هذه المسائل واللي أضعف وضعه أكثر أنه رفض وزير المالية وزير الخزان البريطاني أن يعطي أي أرقام أو أي توضيحات عن التأثيرات التي سينتجها الخروج من الاتحاد الأوروبي طيب أستاذ سعد في الانتظار وشكرا على توضيح كل هذه النقاط البرلمان الأوروبي على ما يبدو رح يكون قراره التمديد وبالتالي اليوم كان في حديث أنه التمديد ممكن أن يجعل أو أن يعطي فرصة لبريطانيا بأن توضح موقفها وأن يعطي أيضا فرصة للبرلمان الأوروبي أو للجانب الأوروبي للقيام بدوره ما التوضيحات التي تريدها أوروبا وما القرارات التي يمكن أن تتخذها ولم تتخذها حتى اللحظة يعني التوضيحات التي تريدها أوروبا مسألة واضحة هي تريد أن ينتهي هذا الموضوع هذا الملف يجب أن يطوى إما بخروج بريطانيا أو ببقاها وفق التعديلات التي جرت أما هذه المسائل والممحكات التي تجري داخل بريطانيا الأوروبيين هم في غنى أنهم يريدون أن يكون هناك استقرار لأوروبا ومسيرة لأوروبا وتقوية الاتحاد الأوروبي والمسيرة إلى الأمام أما أنهم ينتظرون هذه المسائل التي تتصعد وتنزل في داخل البرلمان الأوروبي هم في غنى عنها ولا يريدوها أن تستمر بهذه الصورة شكرا جزيلا لأستاذ العلاقات الدولية سعد جواد على مشاركته الليلة من لندن